السلام عليكم اليوم نشوف بعض الأماكن التي تم إعادة تهيئتها وتزيينها بمناسبة حلول الذكرى للأعتورة المجيدة وكذلك بمناسبة انعيقاد المؤتمر الجامعة الدول العربية بالجزائر لمركز الدولي للمؤتمرات باستوالي غرب العاصمة الجزائرية وهنا نشوف بعض الأماكن التي تم تزيينها وغرس النباتات بشتاء انواعها وتحسين المحيط حب ذلك هذه الأشغال تكون على العام بالمناسبات والله شي مضحك لكن معلش ما عرفنا لا نبكيه ولا نضحكه المهم ان شاء الله ان شاء الله تكون هذه الأعمال انتع التزيين المحيط والعناية بالمحيط والصيانة انتع الطرقات والأرصفة والساحات العمومية والرمبوان يعني نقاط المفترق الطرق في كل أنحاء الجزائر ان شاء الله تكون فيها دولات خصص ميزانية ميزانية تخصيص سياسي لازم القرار يتخذ على مستوى البرلمان وتغير الميزانيات المخصصة للنظافة وللأعمال تنظيفة في كل أماكن وبكل طرق يعني التنظيف في العمارات في الحدائق في كل مكان تكون بطريقة يعني تكون شركات تنظيف ولازم الشباب هذا يستثمر في شركات تنظيف وتعرف على القمامة وكذا واستغلالها ويعني الريسيكلاج وتكون فيها ميزانية يعني سياسية كبيرة تخصص للصيانة بجميع أنواعها وتكون شركات وكفانة من الحملات التنظيف هذه اللي رن نقوم بها حملة التنظيف كل عام ولا كل عامين هذه مش طريقة للتنظيف النظافة هي لازم تكون يعني في لب المسؤولية المسؤولية انتع للجماعات المحلية خاصة وتكون شركات متعاقدة مع الجماعات المحلية لكي تقوم بهذه العملية وليس بفضل يعني العمل التطوعي العمل التطوعي لا يؤدي إلى أي شيء ما يعرفش يكوبيي على الدول الأخرى كيفها تسير المدن الانتحة وكيفها تقوم العملية تعالى تنظيف هذه هل فيها ولونطاريا ولا فيها شركات اللي تنظف نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر